استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العمليات التعليمية داخل الكليات والمعهد العسكرية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي طلبة الكليات الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكذلك كلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل وتأتي هذه اللقاءات استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية حيث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعاهد العسكرية وحرصه الدائم على الاطمئنان على طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعلى سير العملية التعليمية داخلها واستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية عددا من القضايا والموضوعات المحلية والإقليمية والدولية مؤكدا أن القوات المسلحة تتمضي بخطة ناجحة على جميع المستويات وتعمل على تطوير أدائها في كافة المجالات بما يتوكب مع التطور التكنولوجي المتسارع مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه مشيرا إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكليات والمعاهد العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحي التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الاحترافية في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في المستقبل ولإعداد أجيال من المقاتلين لديهم القدرة على الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي وفرتها لهم القوات المسلحة كما أدار حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات مؤكدا على ضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات ترجمة نانسي قنقر